نحسوا الشعب التوسي يتحدث على بلوكاج يتحدث على مصالح ومهشميشة يتحدث على دور الاتحاد اللي خرجنا من مازق سابقا بالرباع الحوار اللي تحصل على جهزة نوبا للسلام شنو هالبلوكاج هدية وشنو المخرجات اللي أمامنا سينوردين وشنو علاقتك بسيد رئيس الجمهورية وعليش الحوار الوطني ما انتلقش أولا الساعة علاقتي بسيد رئيس الجمهورية هي علاقة جيدة نحترم المقامات نحترم إرادة الناس وإرادة الناخبين وكما كنا مع المرحوم الباجس سيد الباجس قايد السبسي كما مع السيد قايس سعيد كما مع غيره لو كان اسمه الأستاذ قايس سعيد أو غيره نحترمه معناها في مؤسسات الدولة ونحترمه المقامات معناها أنه قيمتي كمواطن هي من قيمة معناها رموز الدولة فيني بتعبير الحال هل في تحالف مع رئيسة الجمهورية من التحالف الثاني؟ معنا تحالف مع أين كانت تحالف اللي مع بلادنا ومصلحة بلادنا ومش بشرطة كيف يصدعك رئيس جمهورية تمشي حده راك ما تحلف معها ولا في أفكار ولا ما تجانس معها والدليل على ذلك احنا فكرنا انت حكيت على الحوار السابق كان في وضعية معينة وكانت مؤسسات ما زالت مهاش منتخبة ومهاش راكزة اليوم عندك مؤسسات منتخبة علش الناس عن انتخابات وعلى الناس نفستنا حول برامج وحول خيارات وتعبت وصرفت وغير فنحترموا معناها مؤسسات الدولة ونحترموا إرادة الناخبين فالفترة السابقة وضع الوضع دي أصعب بكثير ومعاقد أكتر فأكتر من أي فترة تنكن احنا كيف فكرنا فكرنا في رؤية مبادرة واللي أنا قررنا القراءة الموضوعية وشوفنا التعقيدات وتأزم الوضع من النهار للآخر والصراعات والمناكفات معناها اللي قاعدة تصير فبادرنا بمبادرة واستبقنا معناها الأحداث وليش كون مش تقدم به العنوان الرئيسي عندك رئيس جمهورية اللي هو رئيس كل التونسيات والتونسيين منتخب مباشرة من الشعب اللي هو باش تحترم مؤسسات الدولة اللي هو العنوان الرئيسي مشينا له وقدمنا له مبادرة وقبل المبادرة اللي تقيت به بزم مناسبات قبل ما نسلم له المبادرة منحب باش ينفاجأ الناس ولا كده لابد من تهيئ مناخات معناها معينة ثم قدمنا لها المبادرة قاعدنا ننتظروا في المبادرة ثم بعد ذلك أنه قاعد خلاف حول بعض المحاور منه معناها تصحيح مصار الثورة ارتقينا معناها وقلنا مخرج معناها مشترك قلنا تحقيق أهداف الثورة ليه الشغل والحرية والكرام والوطنية فيما يتعلق ثم نوعا ما احتراز معناها من سيد رئيس الجمهورية في تواجد الشباب ومحق في هذا وقلنا مع أن الشباب معناها اليوم قاعدت تستعمل فيه الناس في مجرد الشعارات وغير وكده لابد أن يتكون عنده البصمان تاعه فالشباب شنية لابد أن تم عنوان مناء وعنوان رئيس يكون فقلنا لحزاب السياسية أو منظمات أو مجتمع مدني مش يشارك يكون ثم شرط أساسي يكون زوز من الشباب معناها شابة وشاب وقلنا كيفش تتعمل البلاتفورم معناها تضلوم وتطور التكنولوجي باش نسكول تبدي آراها في هذا الحوار عن بعد معناها تكون من رغم هذه الحلول والمخرجات مخرجات لجمهورية ما مشاش في الحوار الوطني ما مشاش في الحوار الوطني فلهو ذلك هو يتحمل مسؤوليته ما مشاش احنا رانا عرضين خدماتنا وقلنا لن ندعي أنا نملك الحقيقة قلنا رانا قدمنا المبادرة دي وسيكون لنا رأي مع جيمة الأراء ومش هو واحد وروف الحوار الوطني اللي تعطي لأن الأطراف الأخرى الحزام منتع الحزام الحاكم اليوم أشي يطرحلك يقول لك مش نطرح حوار اقتصادي اجتماعي وهي الإزمة الحقيقية اليوم وسطن هي الإزمة سياسية هم يهربون من ذلك ما نحب يهزك المربع اللي يحب عليه هو والعنوان الرئيسي وسبب معناها اليوم الوضع اللي وصلنا اليوم هي الوضع هي الوضع السياسية كيفاش فهمت عدم معناها انتلاق الحوار من طرف صيد درس الجمهورية عليش رفض أنه بشي انتلاق الحوار تحتشرفه شنو اللي فصل هوركا واللي فهمت ومن حديثه معه سيد نوردين نتابو والله يش مش نقول لك من نجمش ساعات السنتاجات اللي خرجت به عليش ممكن فهمه أقوى من فهمي أخويا من السنتاجات اللي خرجت بها أنه تم احتياط تم خوف قد يكون يفشل معناها الحوار وهذا ممكن نرها خطأ لأنه الإنسان اللي خاف من أي معناها يكونش مقدام ويخاف من أي مبادرة لابد إصراره يكون أكثر للنجاح معناها في المسأل ويسعى معناها لخلق النجاح وذلك عليش احنا اقترحنا تكون هيئة حكامات تكون موجودة واخترحنا وذيعه السر اقترحنا حتى سيئة محمد الناسر رحنا على سيد رئيس الجمهورية يكون هو رمز معناها في مني وسطي كده معتدل رجل في الأزمات السابقة في مني قدم استقالته من الحكومة لأنه صاحب مبادئ صاحب قيم صاحب قناعات فصعينا لكل ما إيجاد معناها تدليل كل الصعوبات وقررنا بقراء موضوعين الواحد إلى حد الآن ما ثم حتى إيجابة فأحنا اليوم ما شنون يصير لما لقاء مؤخرا جمعني بالسيد عميد المحامين واقترح اقتراح لم لا أني ميكونش هناك المنظمات الوطنية في مني اللي تكون أو الرباع الرعي للحوار من أجل أني إيجاد حل مشترك استمعت لي هذا ولكن نحن في الاتحاد عنا مؤسساتي لتأخذ القرار نحن اليوم ماشين بالتوازي عنا منتدى اشرعنا فيه وسيتجسم هذا المنتدى اليوم التونس اللي في حاجة لها إلى رؤية استشرافية جديدة وإلى حلول عملية حقيقية بعيدة عن التجاذبات وبعيدة عن الصراعات وبعيدة عن الضغوطات هذا ماشين فيه كاتحاد العام التونسي وإذا ثم ارتقينا ورينة أنه ثم ظروف نجاح معناها اليوم اللي باشتقرب وجهة النظر في ذل معناها الإزم الخانقة معناها السياسية اللي اليوم ألقت بذلالها وتدعياتها حتى على المستوى الدولي لأنه من أشهر أنه منعزلين وحدنا رأينا ثم محيط كامل نتعامل معاه في العالم أنا والمستثمر المشيجيك في ذل هذا الوضع أنا المؤسسات الدولية اليوم المش تيقفين واشتمنحك ولا باشتنجزلك منها الفلول في ذل وضع انتع قضاء ريت ونشوف فيه كيف وضع وضع اجتماعي وضع انتع غلى أسعار ووضع معناها متفجر ومحتقن معناها اجتماعيا نشوف في الفقر وكل مرة معناها في بعض الأعلاميين وفي بعض البرامج الأعلامية سواء كانت السامعية أو المرئية اللي تعطينا نماذج انتع فقر 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 مطقع اللي وبعد اللوم مع الناس كيفاش احتجت وكيفاش خرجت في الليل وكيفاش الناس جاعت وكيفاش أنا انضباط الناس معانات كبيرة جدا الناس ما عندهاش دواء قاعدة تموت الناس اليوم غلال أسعار تشوفها نجاعت الناس اليوم الأحباط أكثر حاجة وأخطر حاجة اليوم شوفوا عدد الوافدين على السبيتار الرازي والسبيتار العصاب اليوم كم تضعف من مرة المالاخر يقولوا لي تقريب وصل 25 مرة معناها على الفترات السابقة هذا الكل ونمشي به في البلاد عش قدمته يا حكام عجاب الزمان معناها اليوم تونس اليوم مشكلت مشكلت التونسي هو الفصل 89 و92 تونسي كيفاش اليوم ظروفه ظروفه كيفاش ملقاش باش يعيش ملقاش أبسط ضرورية الحياة واليوم مشيطنك الاتحاد كيفاش يطلب مفاوضات اجتماعية وكيفاش يطلب تحسين الوضع وكيفاش يطلب اتفاق تابوكم تابوكم منكم توقفوا لإضرابات مثلا قالوا لكم بربعيني الإضرابات ناخد مثال مفاصل الاختصاد ناخد مثال اليوم معناها شركة فصفات قفص ناخد مثال المجمع الكيميائي ناخد اليوم الناقلة اللي عاملين منها بربعيندا أتحدهم أتحدهم عشر سنين لنتعى الثورية يعطوني نهار إضرابة عمنا آية السيدية أعطيني نهار إضرابة عمنا تعطيني نهار احنا خدمتنا اليوم في السي بي جي خارجة الظاهر اليوم باش تحبي ترجع للخدمة تحدي تصريحي مؤخرا نسمعتوني يش قول ولينا قلبت الآية أنه الاتحاد يطالب بحرية الشغل معناها اليوم بحرية الشغل أصبحنا الأسم دين تعني اللي فلحتنا اليوم اللي قاعدة فهمني وضعها اليسار نجيبه فيه من روسيا أصبحنا تونس اللي كانت في المرتبة الثالثة في تصدير الفصفات ولينا نجيبه فيه من دول الجوار معناها وكذا ولكلي شكون المسؤول على المسائل دي مؤسات فهمني كيف كيف معناها مسكرة فهمني بفعلي فعل بمنطق الجهويات ومنطق العروشية اللي رجعتني اليوم وهذا الخطر اللي حب يقسمه في تونس وعني تونس هي للجميع معناها مع بعضها وصحيح اليوم تم استحقاقات تنموية وثم أولويات وثم جهات داخلية اللي تحرمت العقود عندها الأولوية ولكن بالعقلانية وبالهدود بروح المسئولية معناها العالي اللي يزيما تكون ما يشبط اليوم كنسكروا منشآت دعوات لنزول إلى الشارع من طرف ناس في السلطة تحكم وتقول باش ننزل للشارع يا سينوردين ما هو اليوم استعراض العضلات بطبيعة الحال الغرور مدمر والاعتدال بالنفس كيف كيف عنده مخاطر نتعو الناس اختارت الشارع حتى نحنا مرحبا بيكم هابتين للشارع هل هذا الحل هل هذا الحل اليوم نهابتوا للشارع ونهابتوا للشارع نهابتوا للشارع هابت للشارع باش تحسن وضع الناس تنتي في الحكم تنتي أنا نعطيك مثال في فترة السيد يوسف الشهد هو تسمع الخطاب أنه التوافق والتوافق مع نيدا تونس هكذا اسمه نيدا تونس وقتها وأنه الرمز هو سلباجي قيد السبسي ثم بعد ذلك أنه الطعم اللي تعمل فهمتني على مستوى العصور النادر للانتخابات الرئاسية وقتها للسيد يوسف الشاهد ووقتها الانقلاب اللي صار على الباجي قيد السبسي وقتها حطوه في تركينه وقتها ولت منها الاستقرار الحكومي ديما المصطلحات تلقاها موجودة فينا والناس اليوم قاعدة تتفنن في خلق معناها بعض التعاليات للدولة التونسية المهم أنا موجود وانتهى الأمر أني اليوم كيفاش أنت تحكم اليوم أنت تحكم لأنا كنت الحزام معناها أنت الحكومة وهي المشكلة حتى نتعى السيد الهشام المشيشي نقولها له اليوم سيد الهشام المشيشي جاته بفرصة لا تعاوه أنه بحكومة مستقلة وبولد الإدارة التونسية وولد المسعد الاجتماعي وأنه ما يبتزك ما يبتزك حد وشوف الرجل المناسب والمرأة المناسبة في المكان المناسب ولكن عبر الحكومات التي تعاقبت اللي ما يمشيش أنا أعطيك حاجة مدخرة يطلعوا لك بحكاية يقول لك والله يفهمني ظروف بلاد وتحالفات جديدة يخلق لك الخروج وطول بعد يجيبوه هشام المشيش يخرجوه هشام المشيش لا لا شكر الله وسعيك يجي نهار وليموا بيننا ويقولون شكر الله وسعيك لأنه ون المصلحة ون المصلحة تقتضية ديكيين مصلحة في من ومبعد توجد لها السياغات والمصطلحات اللي منا والمخرجات أتينا مخرج تقترحون دوما كانت حالة عام تونسي تشغل في خصوص البلوكاج لسياد شوف أنا هني حكومة بالنياة هوا مش نعطيك أنا هوا مش نعطيك أنا مش نعطيك أنا ليلة التحوير الوزاري بالضبط وقلت لك عننا قراءة موضوعية للأساس وبحكم تواصلنا معناها سوى كان مع السيد رئيس الجمهورية أو تواصلنا مع السيد رئيس الحكومة أو تواصلنا مع السيد رئيس ملس نواب الشعب نحتر بالمؤسسات خلافات حاجة ومكانة المؤسسات معنا حاجة أخر فأتصلت ليلتها بالسيد رئيس الجمهورية قلت له يا سيد الرئيس بعد الاجتماع تعمل السل الأمن القومي واللي عرفت الأمور والماشية معنا في البلوكاج معنا نقر القراءة الموضوعية قلت له هل بالإمكان أنا مانيش مختص معنا في الدستور وكذا إذا وقع تأجيل معنا هذا التحوير متى ماشي أجال الغدوة لباش تكون البلوكاج عندك وكذا قل لي مثلا ماشي أجال نتعب بلوكاج وأنا أسعى معناها إلى إيجاد الحل فطلبت من السيد الرئيس الحكوم طلبت منه قلت له رجائم من مصلحة الدولة وليس لمصلحة الأشخاص تأجيل هذا التحوير حتى أسبوع خلنشوفه علشنا نوصله لأن المغالبة في السياسة السياسة الشاطر هو اللي يعرف وقته ينحني ويعرف وقته ينحني وليخلقش توترات ويعرف كيف يرد المشكل إلى قوة معناها في خدمة الناس وفي خدمة الوطن واتصلت كذلك بالسيد الرئيس من السنواب الشعب وطلبت منه تأجيل حتى أسبوع المسجدية قبل ما نمشوا للبلوكاج اليوم شوف اللي صار معناها تعدد حكومة كتعدد حكومة اليوم زادت حب ولا تكره ثم بين نارين ثم ما كانت زاد ناس هذه الأربع وزراء لحولهم شبهات منعرفوش الشبهات تشني صحيحة مش صحيحة لأنه كان من المفروض أن يقبل معناها ما تقبل وزير ثم هيئات تتصل بها وثم أجهزاً تعدد دولة يشي يقول تصلت عندي تقرير وعندي لكل شيء هناك تضارب حتى رئيسة الجمهورية تقول لك عندي تقرير عكس هذا والحقيقة هو المشتوجدة لأنني ما عنديش مؤسسات الدولة لباش نجم نقول هذا صحيح وضع غير هني جايك هني جايك هني جايك احنا اليوم صحيح تم اعتباره تم ناس عندها عائلات زادة وعند صمعتها وعند دنيتها ولكن أنا قلت تروا التنازل مش ياما كبار تنازل للدولة مش وتنازل كذا يا سيدي احنا المقترح انتعنا ها وشنو الأربعة وزراء اللي قاع ليهم الحديد في شبهات فساد قدروا هم أنهم اللي غالب يتحملوا معناها للمصلحة انتع الدول كيفاش معناها في من يتنزل ويتقدموا السابعة الأخرين معناها لمزاقية الدولة زادة ثم مؤسس زادة اسم مجلس نواب الشعب انتخبتها العباد وثم اليوم دولة قانون مؤسس زادة كيف كيف ثم بعد ذلك يتوب رجد الجميع وتقود الناس بمسؤولية على طاولة الحوار فيه السياسي فيه الاقتصادي فيه الاجتماعي وذا ثم حل الحكومي معناها في مني باش تقدم لأنه حتى السيد هيشام المشيش اليوم نزلنا نرى ومشنا في آخر الماندة فترة نيابية اللي باش تنجم تعدي حكومة وتكمل ستة شهر خمسة شهر حنا اليوم نزلنا نرى وفيه أربع سنوات تقريب والأقل شوي ايش مش تعمل في التعقيدات اليوم الاقتصادية والاجتماعية وغير او يجب تكون ثم مسالحة وجلوس فيه ناس ما بين بعضها كمسؤولة دعوت رجل غنوشي او المبادرة اللي قدمها رجل غنوش نيات هذا الوصول يواتيه الازمة الحقيقية الازمة الحقيقية تحب نعطيك السحية ماشي معاي شامل المشيش الازمة الحقيقية بين السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب في قبول السفراء في تصرف كرئيس جمهورية في تصرف هذا الحقيقة نعطيك السحية واليوم معادش مطلوب فهمني الأربع وزراء يمشوا ولم يمشوش المطلوب هو رحيل الحكومة كاملة هذا بالنسبة فهمني للرؤية معناها انتع كارتاج وشنين موجود يقول لك اليوم عدم تواصل نهائيا وربتير توتال يعتبر أنه عبارة في الحزام معناها السياسي الملتف حول السيد هشام المشيشي والوضعية اللي ما بين معناها رئيس ملس نواب الشعب هذا المتقالش هاني نقوله وما بين رئيس الجمهورية هو المطالبة اليوم برحيل فهمني الحكومة كاملة ورئيس الحكومة هذا مش طلب الاتحاد نحكي لك ما في الطرف الاخر فما هو موجود هذا بيسرح العبارة أنا قلته لك بدون معناها فهمني كم يقوله فما صحيح مش نزيد ثلاثة دقائق على التوقيت اللي خاص بي كني نخرج لكن بعض الإجابات بسرعة سينوردين صحيح نجحنا في خمسة زي خمسة معناها في المفاوضات هذي كانت 27 انتفاقية تقريبا لكن الموقات الفشي استنى والطبقة شغلة أنه الأوامر التطبيق دخلتوا في إجراء التطبيق عملتوا موعدين ومن جهره مرتين وإحنا اليوم في أي عمل يجب تتعاد بتجارة بالسبق إحنا تقريب من 2014 و15 و16 و17 و18 و19 اتفاقي فقو اتفاقي فقو اليوم نضبطناها لأجل واليوم معناها قسم الوظيفة العمومية وقسم الشؤون القانونية مع وزارة الوظيفة العمومية يحضروا في الأوامر اللي باش تزر الأوامر لذيك باش تكون الأمورة منظمة وتكون جاهزة باش نبعدوا على وهذا فيها مصدقية دولة وفيها مصدقية التفاوض كذلك ومصدقية الاتحاد العامة تونسي مش نصح وبعد من لا لا الضغط اللي موجود زاد عندي العاملين يرى في القطاع الخاص تعبوا سينوردين ويقول لك هل فم مفاوضات ثم مفاوضات وكان عندي اتصال للبارح بركة بشريكنا الاجتماعي اللي انحييه معناها الأخ سامير مجول ومعها اتحاد الصناعة والتجارة كانت عندي زز لقاءات في مقر اتحاد الصناعة والتجارة وثم تفاهم معناها كبير جدا رغم بعض الظروف اللي ديما الروح الوطنية السائدة وشريكنا الاجتماعي بطبيعة الحال ما هوش غريب علينا ونحنا مشنا الغرب عليه اللي تم انشاء الله مفاوضات معناها في القطاع الخاص اللي انشاء الله فيمني كيف كيف بالنضج وبالتجربة وبالحنكة ما تطولش ونقول هالمخرجات امتاحها اللي زاد اذا تم تحسين مقدر الشرائية ماشيين لولاد القطاع الخاص لهم ولاد المؤسسات ومهمش غربة عليهم ويأتيهم الصحة لكلهم معناها الطبقة الشغيرة وقدموا وقدموا القطاع الخاص في الحجر الصحي شفت المعامل قاعد تخدم وتنول فالتوانس وكذا فالف تحية لهم وتحية الى قطاع الصحة وإلى كل العاملين العاملات والعاملين بالفكرة والساعة ربوع الحوار عملت وراء ومزلت برشة والوقت وفيه هاي نجيك حتى عدة مرات ما عنديش مشكلة ربي فردك شكرا لك زينوردين تابوبي على تلبية الدعوة اه وفعل حوار ايه انا قلت لك ربوع عمل انا محضر الكل الحظاير لا فمني الحظاير ربي يكن ودين الحظاير بالنسبة لان احنا توصلنا الى تسويت 31 احكي الـ 45 فما فوق به احنا الـ 31 الف بعثنا مراسل منتزمين بالاتفاق يزمي حاجة في اطار معناها قانوني يا حبة ده مرحبا بيهم ملهم التونسيات وتونسيين على رأس العين نوصيك زاد على الاسد النواب والمعلمين النواب والتشغيل الهاشة شفت كداش هزين على كتافنا والتوانسة والخدامة والمفقرين والمهمشين يكتب عليك روما عندهم الا الاتحاد العام التونسي للشغل وهذا مكسب تاريخي للتوانسة القيادات كلنا عابري سبيل ولكن القيم والمبادئ والمنظمة هي صمام أمان وركيزة أساسية وقود توزن وقود خير في البلاد دي لسهد النواب نتمنع الملف نتمنع دفعنا على المفروزين أمنين ودفعنا على الدكاترة الحمد للباحثين ومكسب لا تسوي ومكسب زادة فالتود ومكادرمون معناها للإدارة التونسية معناها في جميع المجالات ونجدوا الحلود تود دكاترة وللمفروزين أمنين نقبل المخرطين معنا ندافع عليهم الحظائر تخصي المخرطين معنا ندافع وندافع على كل ناس وليجي للاتحاد ما نقولوش يمنخرط هذي قوت الاتحاد وذي مكان لاتحاد لأنه عندكم رأي مسؤولية وطنية سنوردين بتاريخكم بتاريخكم مستحمر زينا مسؤولية تاريخية وبلادنا مش ننقضها ونتمنى الشعب التونسي أنه بالإرادة الوطنية غرانا مش ننقضوا البلاد وما تخافوش من الخزاع بلات انتعى الخروج للشارع واستعراض القوة واستعراض العطالات القوية اللي هو عنده أفكار ليصبوا لتجاوز الهينات والمعوقات اللي وقعنا في هاليوم ويزمو يتعلم الأخطان تاعو ويبني مستقبل تونس بصفة شاركية حقيقية شكرا سنوردين شكرا لكم على المتابعة والمشاهدة نتلقاء غضو من 6 إلى 9 إلى ذلك الحين نحب نذكركم بربي بجاه ربي استحفظوا على رواحكم واستحفظوا على بلادكم راكم ملاكة ما كمشي كورية مش كما يقول لكم لغرين احنا رنا ملاكة نستحفظوا على بلادنا مع بعضنا شانا يومكم سعيد